بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسأل فيكم بشرح محاضر الرقم 13 وحاضرتك عن الفيرست ايد الإسعافات الأولية ولما نحكي عن الإسعافات الأولية بصراحة كثير هذه الفترة بحاجة لنعرف كيف نتعامل مع الكوارث ومع الإسعافات الأولية كيف نحافظ على حياة المريض خصوصا مع الأحداث اللي بتصير مع إخواننا في غزة فنحكي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جاءته سهلة وإنت تجعل الحزن إذا شيئت سهلة ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلوا لعقدة من دساني يفقه قولي اللهم إني أسألك فهم النبيين وحنظر المرسلين والملائكة المقربين اللهم اجعل إنسانتنا عمرتا بذكرك وقلوبنا بخشتك وأسرانا بطاعتك إنك على كل شيء قدير حسبنا الله ونعمل وكيل ثوان طيب بداية الفيرست ايد الإسعافات الأولية إيش هي يعني إسعافات أولية بمعنى أنه أنا بدي أوفر العلاج أو الرعاية اللازمة للإنسان اللي في عنده إصابة أو مرض معين حتى سعافة الأولية من اسمها أولية حتى الرعاية الصحية الكاملة إنها تتوفر تمام فباختصار فيرست ايد ريفيرز تو the emergency or immediate care you should provide when a person is injured or ill until full medical treatment is available الرعاية الرعاية يعني الطوارئ أو الرعاية السريعة أو المستعجلة اللازمة توفرها للشخص المصاب أو المريض until حتى إيش حتى full medical treatment is available حتى العلاج الطبي اللازم أو الكامل يكون متوفر في الحالات هيك الدقيقة first aid care may be enough يعني إنه لما أنا أعطي السعافات الأولية في الحالات الكثير صغيرة خرص يعني يكون المريض بحتاجش أكثر من هيك ولكن الحالات المعقدة أكثر من هيك serious problems المشاكل الفعلية first aid care should be continued until more advanced care becomes available لازم أنا أكمل الفلسفاة الأولية حتى ييجي الرعاية المتقدمة أو رعاية المتطورة أكثر حتى ييجي الإسعاف حتى يوصلهم إلى شواكدة خلينا نقرأ هذول بصراحة المحاضرة فيها كثير أشياء نقرأها the decision to act appropriately with first aid قرارك لأنك تتعامل بشكل سليم مع first aid can mean ممكن أن يعني difference between life and death ممكن أن يعني الفرق بين الحياة والموت فالfirst aid لسعافات الأولية ممكن إنها تنقل الشخص طبعا بإرادة ربنا من الموت إلى الحياة طيب أول شيء بدك تساويه في first aid أنك تعرف نفسك للإنسان المصاب begin by introducing yourself to the injured or ill person ماشي ليش عشان لما أنت تعرف حالك تأخذ منه الموافقة عشان أنك تساعده فبحكي لك explain that you're a first aid provider and willing to help معنى أنه تخيل أنه أنت حسا مصعف وبدك تقدم المساعدة the person must give you permission to help them لازم يعطيك الموافقة عشان أنك تساعده do not touch them until they agree to be helped لا تلمس المصاب حتى يعطيك الموافقة ولكن بعض الأحيان if you encounter a confused person إذا كان البني آدم يعني مطقوع على رأسه شو هنومكن نحن نساوي إذا كان البني آدم مش مصحصح بمعنى آخر ما بقدر أنا أحكي له أنا عبدالله كوحية ممكن أساعدك إذا ما هو متوفي ما هو بني آدم قاعد بنازع كيف تتحكي له هذا فأنت هنا لا تكون كائن وحد الخلية وتيجي تستنى موافقته لا أنت هنا بتفترض أنه معطيك موافقة لأنه بده مساعدة فبتفترض أنه معطيك موافقة وبتساعده if you encounter a confused person or someone who is critically injured or ill إذا كان واحد يعني مش مصحصح أو كان واحد مصاب أو مريض بشكل critical يعني مصابة شديدة you can assume that they would want you to help them تفترض إنهم طالبين منك المساعدة وموافقين إنك تساعدهم هاي إيش اسمها موافقة هاي اسمها موافقة ضمنية implied consent معنى موافقة ضمنية مش شرط يحكي لكها بالحرف إنما بالمعنى بمعنى السيناريو اللي قاد بصير هو معطيك الموافقة طيب بعد ما أنت تأخذ الموافقة شو أول خطوة بدك تساويها الفيرست ستب في الفيرست ايد هي recognition of the problem تتعرف على المشكلة and providing help تعرف على المشكلة اللي أنت بدك تحلها ماشي في حالة أنت كنت مش متأكد شو المشكلة أو في حال إذا كان المريض يعني كثير مصاب مصاب شديدة مش إنه غيبوا بتسكري ولا إشي كثير بسيط أو إنه داخ حكا نصاب شديدة حادث ولا إشي بدك دائما تكون يعني يشد الوز اكتفت the emergency response system by calling 911 بدك دائما تكون متصل انت بالدفاع المدين دائما بدك تتصل في الدفاع المدين بدك تحكي معي 911 911 ماشي هاي هون بعد نفس الحكي if you're not sure how serious the situation is إذا أنت مش متأكد قداش الموضوع خطير أو مش خطير ال 911 operator الشخص المعاك على التليفون 911 بصير يسألك أسئلة will ask you series of questions to determine the seriousness of it بصير اسألك سلسلة من الأسئلة يعني حدد مدى جدية وخطورة الحال المريض فيها ماشي طيب هون في هاي اللحظة إذا انت بدك تظلك على الخط remain on the line بدك تظلك يعني معاه شغال على التليفون صحيح خلص خلص هاي النقطة ذا رح أحكي إشي براني إذا تظلك معاه حتى help arrives حتى توصل مساعد يوصل الدفاع المدني يوصل الإسعاف أو حتى ال 9-11 يحكي لك إنه خلص أفصل الخط or until the 9 operator tells you to hang up الجيل القديم يعني مش عارف صراحة لا يجي يعني إحنا يعني إحنا لحقنا هالفترة لما تسأله مثلي إنك تحكي تليفون رح عمل هيك تمام إنه التليفونات زمان كانت هيك بينما الجيل جديد لما تسأله يعني نجيب أخوانك بزارش سألوهم عمل إنك تحكي تليفون رح يعمل هيك لأنه ملحق السمارت فونز يعني راي بس يعني هيك شكل خطرت عبالي هالسلام حكيت زي هيك طيب ماشي آه آه يعني مش كثير مهم إنه بحكي لك الاميرجنسي سيستيم ديسباتش can guide you through the steps of performing cardopulmonary resuscitation بمعنى resuscitation بمعنى إيش إنه الجماعة الدفاع المدني الاميرجنسي سيستيم ديسباتش الناس بغرفة طوارب بيكون أو في يعني في وحدة الطوارئ اللي ما تحكي معهم تعمل واحدة رح يساعدوك كيف أنت تعمل cardopul نعاش CBR ماشي باستخدام إيش اللي هو AAD Automatic External Defibrillator اللي هو جهاز الصدمة الكهربائية ماشي أو ممكن إنهم يحكو لك إنه عطيه deliver basic care تعطيه الأشياء الأساسية لحتى help arrives تمام ماشي سواء يعني هاي الموضوع مهم شوي إلقوا كناس مش كامتحان إنه سواء كنت في البيت أو في الورك أو في السكول بدك تعرف دائما وين مكان الفيرست ايد كت عدة الساحفات الأولية تكتعرف كأنه المكان جهاز صدمة الكهربائية جهاز صدمة الكهربائية بالعادة The AD is usually only available in medical centers and ambulances unlike the first aid kit جهاز صدمة الكهربائية موجود بالعادة في أماكن الطبية مش في أي مكان أما الفيرست ايد كت موجود في كل مكان المفروض ماشي طيب Be aware of any policies in the workplace regarding medical emergency تكون عارف السياسات تبعية المكان اللي صار فيه المشكلة سياسات الطوارئ بمعنى إنه ممكن يكون فيه مكان انت مش مسموح لك تتصرف فيه تكون فيه شخص مختص بتصرف فيه عندما تكون عارف المكان اللي انت فيه شو سياسات تابعته يعني مش مهم بصراح أقول لكها يلا اي اكس اي اكس اي اكس يلا نروح طيب بعد ما حددت المشكلة شو الخطوة الجاي أنا حددت المشكلة حددت المشكلة صاحب المريض غيبه بتسكر ولا إيشي شو بدك تساوي بدك تحدد قديش هو مستجيب أو مش مستجيب معك يعني بمعنى إنه انت بدك تحدد قداش هو بستجيب لك تحدد قداش هو واعي قداش هو صاحب صح صح طيب أحسن إيش ممكن أنت تعمل في هذه الحركة عشان تحدد هذالإشي إنك إنت بس تزقر مثلاً عوجهو صيحة إنت صاحي يعني أري أوكي بالنجليزي صاحي صح حبيبي صح صح انت هاي احسن طريق فهي احسن طريق هو تضغط على البني آدم و تصيح عليها و تحكي بصوت عالي هل أنت بخير؟ صحي حبيبي؟ حب بعد تحدد قداش هو صحي و مش صحي اطلب المساعدة بمعنى انه شوف اي علامة طبية عند المريض بمعنى لو كان واحد مثلا معه مرض في القلب هو لابس اسوار التنظيم ضربات القلب فبتشوفها زيك تعرف انه اه الاول ما تشوف الاسوارة بشوف ان هذا مريض قلب او ممكن الناس يكونوا معه ورقة الورقة هاي بكتوب فيها انا مريض بمرض الصراع وعندي بصوت نتشنجات بتشوفها وبتعرف شو ما له بساعدك هذا الشي كثير في انك تحدد المشكلة المشكلة بسلامة الحدث او سلامة المكان مهم جدا في اي حدث بصير معك بساعدك هذا الشيء مع نهاية من خطر لا ترسل او اي حدث تنصاب لا ترسل اي حدث لديك خطر مثلت ذلك بساعدك عن الواحد تبيض عزيزن اي مثال اخرج الناس من اي مكان خطر مثل الماء لذلك ان تكون حذر جدا لكي تتجنب الخطر الموجود من سيارة ماشي مهم جدا انك انت تغسل ايديك وتستخدم العدة اللي بتحميك انت الجلافز هذول نظارات وهكذا مهم انت تستخدم عدة مناسبة وتكون مغسل ايديك ليش؟ عشان تمنع تكون في ايديك مثلا بكتيريا معينة ولما تيجي انت تصير داول في المرض اذا كان مثلا مجروح تفوت البكتيريا في الجروح وتعمل الالتيابات وببلع المريض الهند واشنج غسل ايديك غسل ايديك مهم كتير في حماية او في منع المرض منع حصول المرض تغسل ايديك بعد كل خطوة من الخطوات اللي بتعملها وبعد ما تخلع تغسل ايديك ايضا 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 تغسل داول تغسل بكتير تغسل بكتير تغسل ايضا ايضا تغسل نلف تغسل تغسل راب بقرسلي في أكثر 20 سنة يعني افرق إيديك بشكل جيد لا 20 ثانية بحد أقل وهي مهمة بصراحة ممكن تيجي يعني إنه قديش أقل إيشي ممكن تغسل إيديك في 20 ثانية غسل إيديك بمي بعد ما تحط الصابونة وبعدها نشوفهم ال� Clone inal protective gear عدة سلامة الشخصية اي يعني عندما أنا استخدم لي حالة داداتة إيخفف ومرحبة الخطر التي تعرض إلى أين كنا؟ أين كنا؟ اه، كنت أنا بحكي عن البرسون البروتكتيف في حال المريض كان ينزف أو في بادي فلويدز يعني في سوائل تطلع من جسم المريض فأنا مهم كثير من السؤال هيا مطلط تطخني سواء دم أو غيره فبالتالي أنا بلتس الوجب وبلتس العدة تبعتي اللي بتحميني طبعا؟ بساعة لنا الاستمرار لاعبّد بسهولة الأبداつة عندما تطلب أفادة الأحداث النزائي تحدث المفاوضة تحدث المفاوضة بمعنى انه العدة هاي بتحمي المنقذ وبتحمي المريض وتحمي الإنسان المعتل من انه يتعرض لأمراض ناشئة من الدم القلبز طبعا مهم government better you from exposure to blood and other bodily fluids while eye protection prevents accidental exposure from splashing fluids يعني ليش انا بالبس اشياء بتحمي عيني عشان ما يتنطش اشياء على عيوني بشور to dispose all of common data that touched bodily fluids in a biohazard bag unavailable معنى انه انا دائما العدة هاي بتخلصها اي اشي لمس الدم او غيره دايماً بدأ تخلص منه بكيس أو وعاء خاص فيه بيو هزارد باق وعاء أو حقيبة حيوية خاصة الفيرست ايد كت أنا لازم أجيك الفيرست ايد كت عدة الفيرست ايد إيش الأشياء اللي يجب أن تكون موجودة عندي في الكت هاي أولاً قبل ما نحكي عن إيش الموجودات لازم يكون أنا عندي على الأقل في واحدة في البيت وواحدة في السيارة وواحدة في الشغل إيش الأشياء اللي يجب أن تكون موجودة في شنطة العدة هاي بانديجز رولر بانديجز عن تيف ضمادات اللي بتنلف هيك على الإيد بتكون هيك بتمط شاشة معقم إيش القوز القوز اللي هو الشاش بيفرق عن الضمادات بإيش الشاش موجودة له صورة اللي هو هذا إيش بتلفه حوالين الجرح أو حوالين الإشي بيكون يعني معقم وبيحمي الجسم من التعرض لأشياء إضافية اللي هي محارم معطرة محارم معقمة انتسبتك مضادات بكتيرية أبزوربنت كومبريسز اللي هي بتكون زي زي هيك القطن اللي هو لما يكون في عندي نزيف أنا بحط الأبزوربنت كومبريس هادو بضغط زي هيك فبيجي بصير يمتص الدم أبزوربنت معناها ماس الانتيبويتك كريم الكريم هادو بيكون فيه خصائص مضادة حيوية ماشي بيرن أوينتمنت اللي هو مرهم الحروق وماسك فور بريذنج اللي هو ماسك هيك عشان تحطو ذيك وبصير فيه كيس فبتصير إيش تنفخ فيه فبصير يتنافز غصبان عن المريض كيميكال كولد باك بيكون زي كيس زي كيف فكرت كيس الثلج بس هو كيس فيه موات كيميائية بس يجلسة هو دائم بكون بارد لأنه بكون فيه تفاعلات كيميائية بس هو ما بيكون فيه ثلج تمام ايشيلد اند ايواش اللي هو إش بيحمل عينين وإش بيغسل عينين فيرست ايد رفرنس قايد ذات انكلودز لوكل فون نمبر زي كتيب بيكون فيه أرقام الاميرجنسي أرقام الطوارئ أنا بالعرض نسميه 11 نحكي هسا عن المشاكل اللي ممكن تواجهني أنا لما أشوف واحد بدي أسعف وصفات أولية أولا ممكن نحكي عنها مشاكل التنفس ممكن طبعا شاكل التنفس بتكون بسبب أمراض بالرئتين زي الأزمة اللي هي الربو أو الامفيزيما الامفيزيما اللي هي مشاكل بالرئة بشكل عام بضيق التنفس مرض مرض تضيق قصبات القلب المزمن هاي كل العرب بيطلع اسمه ممكن أن يكون مشكلة التنفس من مشاكل في سيستمز ثانية مشاكل فجز الثاني في الجسمي مثل هارت أتاك السكت القلبية الجلطة دماغية سيجر تشنج القلق هذول كلهم كان علامات مشاكل تنفس تنفس سريع ويكون مش عميق هاذ عميق شلو نويزي بريدين كون مزعج صوت طبعا نويزي بريدين بتعطي صوت مش طبيعية إن أبليتي تتاك ديو تو بريثلسنس بكل واحد يقدر يحكي لأنه فيش نفس تعبين كيف بيرسونز وث أزمة الأشخاص اللي عندهم ربو بكون فيه إشي بيميز بكون فيه زي صوت موسيقي في النفس ومش بصوب صوت صوير طبعا وممكن ما تسمعه في في إذانك ممكن تسمعه في السماعة السلثوسكوب ماذا يسمى صوت ويزينج طبعا كتير مهم إنه الأزمة بكون صوت صويب صوت صوت تسمعها هاي في في السلثوسكوب في السماع الطبية ماشي المشاكل الحساسية الحساسية الشديدة ممكن يعمل معنى اللي هو لما يكون في عندك صوت يعني معنى صوت ناعمة أو رفعة جدا زي صوت صفير خلال السنشاق ممكن هذي انه يكون الاشارة لانه في اندي تسكير جزئي في المسار الهواء العلوي ماشي الناس عندهم ازمة او عندهم مرض رئوي مزمن بيكونوا معتادين على كيف يستخدموا الدواء تبعهم اللي هو هذا الانهيلر تقام؟ طيب هسا انا كيف بدأ استخدمهم؟ بالعادة بالعادة انا بستخدم الانهيلر ممكن استخدم معه اشي اسمه سبيسر ايش سبيسر هو عبارة عن انبوب بوصل الانهيلر في من جهة ومن جهة ثانية في فم المريض ليه اشياء بستخدمه؟ عشان لما اضغط انا هنا الرذان تبع الدواء لا يطير في الهواء يظله موجود هنا والمريض لما يجي يشفط يشفط الدواء بشكل فعال ماذا؟ هناك كومون ميديكيشن لانه باستخدمهم للناس لديهم ازمة او كرونيك لانجزيز البترول او اتروفنت انهيلر ايش هذو الالبترول او اتروفنت انهالياتر هذول موسع قصبات السبيسر ايش هو السبيسر التيوب اتاشتو الانهيلر انبوب يوصل في الانهيلر بمعنى ان هو تيوب بتوصل في الانهيلر بيخليلي الدواء موجود في التيوب هذا لحتى المرض يستنشقه ماشي هذا السبيسر يمكن ان يحسن لي فعالية هاي الادوية ليش هنلدواء المرض يستنشقه كامل ممكن الناس اللي يعني صاربهم نوبة شديدة ممكن يكونوا مش قادين يستخدم الانهيلر فالسبيسر بتساعدهم طبعا ايش هذول الانهيلر اذا يوجد نوبة شديدة عطول بحكي مع 9-1-1 انا في بثمي حمو بصراحة المرض مجاجه ماشي كيف يستخدم الانهيلر كيف يعطي الدواء للمريض او الشيك الانهيلر كانستر بخض العلبة بحط الانهيلر في الانهيلر اذا كان الانهيلر موجود معي بخلي المريض طلع النفس بشكل كامل بحكي بعدين هو بس طلع النفس بحط الانهيلر في ثمه اللي بحكي له يلا اسحب هوا بشكل بطيء و بشكل عميق فالسميولوتين وسلي او الشيك الانهيل بس طلعا انا في نفس الوقت بكون قاعد بضغط في الانهيلر و الانهيلر ماشي يستطيع الانهيلر أفضل افضل افضل و 10 أسد بخلي يحبس نفسه لمدة عشر ثواني اذا استطاع و بدأ اكون انا مستعد لاني اكرر العملية يستطيع الانهيلر في حضر الانهيلر اذا الأمر يحدث يمكنني أن يكون المريض حتى تحسن الأمور أو المساعدة حسنا تفاعلات الحساسية يمكن أن يكون من قرصة حشرة أو يمكن أن تكون بسبب الأكل أو الأدوية يمكن أن تكون محفزات بيئية مثل بولنز دست غبرة رواعح كيميائية بي واسب أو هورنت بي أو هورنت قرصة نحلة أو هورنت تؤدي لحدث حساسية يمكن أن يكون محفزات بيئة يمكن أن يكون محفزات بيئة في جسمي وبالتالي أحتاج أن أكثير أن أتفاعل أو أتعامل مع هذه الأمور بسرعة السمتومات يمكن أن تكون خفيفة مائلد طفيفة مثل حكة حمرار أو يمكن أن تكون سيبير السيبير يمكن أن تؤدي له الحربة يمكن أن تؤدي له انتفاق الشفايف واللسان و المحفزات وهو معبر مجرى الهواء يمكن أن تؤدي له انتفاق لأنه يسكر المجرى وبطل يصل إلى نفس و هواء و يتالي يموت المريض كيف أتعامل؟ يجب أن أعطي إبنفرن للمريض إبنفرن يكون على شكل قلم يسمى إببن 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 في العضل يفتحوا و يخضوا و لكي ويضعوا في العضل و في إجراء أو و في إيد و أمع ذلك فمجرد أن أضع إببن إببنفرن يأتي للمريض و يوقف الحساسية طيب أمراض القلب الأمراض القلب هي أكثر مسبب للموت في اليوناتد ستتس اسحبه هاي يلا مااش خلينا نقرأ ثانيا سويا فكيرك هاي ان تصرفك السليم بفرق بحياة البني آدم او موته طيب اذا البني آدم كان بعاني من نوبة قلبية ايش يعني نوبة قلبية كمهما سيكون مستحيل الى ورطة مثل الشريان الابهر الذي يزال القلب من الدم ويجب ان يحصلين منه شريانين رئيسيين الرائت كوروناري ارتري وليفت كوروناري ارتري وتطررع شوية بشكل عام شريان الذي يغذي عضلت القلب عضلت القلب مثل هذه العضلة ثانية يجب ان يغذى اكسجين ويجب ان يغذى فالكوروناري ارتري الشريان تاج يغذيها في حال صار في تسكير عندي انا في الكورونيري ارتري صار في عندي انا تسكير هون ايش اللي راح يصير صار في عندي تسكير ايش اللي راح يصير راح تبطل تغذى عضلة القلفة بتالي بيتموت اذا ممكن يكون البني ادم بعاني من نوبة قلبية حاليا تسكير مجرى الدم لنسيج القلبي بيدي لموت العضلة موت عضلة القلب طيب ممكن يعني الاعراض تبعية الهارت اتاك اوصفها بي اك الم ضغط 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 تحطيم فهو بيجي بيوصف لك الوجع انه بيحكي زيك انه في سيارة هيك في تريلة على صدري قدمه في ضغط حاس على صدره ممكن بعض الاحيان زي الومن والديابتكس بعض الاناث وبعض الاشخاص اللي عندهم سكري ممكن ما يكون عندهم هاي العلامات وهذا اشي سيئ انه ما يكونش عنده اعراض لانه مش رح يوقع حاله وانه القلب متوفيه وانسان بيروح ماشي فهذولا لس لايك لتوهاب يعني احتمالي يوصل عندهم هاي الاعراض اقل هم ممكن بالعادة بيكون بيكون مؤلم بيكون بدون اعراض فما بيوصل عندي على المستشفى إلا وهو قلبه خالص فذول ايش ممكن يعانوا من ايش ممكن ميسيبلي اكسبرينس نوجا اللي هو نوزيا اللي هي غثيان او انكسبليند فتيق تعب بدون سبب يعني هو بيكون لعب رياض بيكون فجأة بيكون تعبان ماشي ويكون فعنده برضه شورتنس اوف بريث شورتنس اوف بريث شورتنس اوف بريث يعني اللي هو نفسه بيكون يعني احسري بيخلص نفسه احسري بيصري لاحظ ما عنده نفسه هاذول اعراض ممكن يكون سببهم ايش ماشي طيب وفي هاي الحالات بيكون المريض قاعد برفض برفض مش مقتنى انه في عنده مرض فعليا فالدينيال أفن ادس اكنيفكان ديلي ان سيكين كير الرفض رفض المريض لانه يروح على يتعالج ممكن هذا بياخر اكيد سيكين كير بياخر طلبه للعلاج فبالتالي لما يوصلوا على المستشفى بيكونوا تعبانين كثير من الناس بيصيروا يجادلوا انه لا انا كثير صغير او انا كثير صحي عشان انه يصيبني نوبة قلبية ولكن هو ممكن عادي حتى الناس اللي عندهم كثير مسببات خطر كثير قليلة ممكن يصيبهم هارت اتاك فلا تستهينوا في ايشي سألوا شو بدي اساوي الاسبرين الدواء الاسبرين بيساعد في خطرات الدم في انها توقف من انها نمو زيادة تمام اسبرين ممكن تقلل حدة النوبة القلبية لماذا؟ لانه تحافظ على الشرياء انه لا يسكر بشكل كامل لانه مميح هو مضاد للتخثر الاسبرين اذا البني ادم ما عنده حسسين الاسبرين وما عنده نزيف حاليا شغال وما في عنده اي علامة ممكن تحسسني انه يعاني من نزيف بالدماغ او جلطة دماغية بعطيه اسبرين لان الاسبرين يساعد ما الخطوات بدي اعملها؟ اول شي بدي اخلي الاسبرين هادي عشان قلبه ما يتعب اكثر قلبه ما يتعب اكثر قاعد او متمدد المريض وعطول بدي ارن على تسمية 11 وهي اهم خطوة بعملها لما يكون واحد عنده هارتاك ان ارن على تسمية 11 وتيجي سؤال بعد يبعطيه 2-4 بايبي اسبرين وبعطيها شو بدي اسبرين ويبعطيه ممكن انه اعمله هو الانعاش لماذا؟ لانه فجأة فجأة المرض يكون فجأة يغيب ويبدأ تعمله انعاش ويقف هذا السؤال اجهل السنة الماضية ماهي اهم اهم اشياء اذا كنت توقعه اذا كنت توقعه اذا كنت توقع انه واحد حالين قاعد بصيبه هارتاك قل 9-1-1 ماذا؟ تمام ماذا؟ اشبه ان اشبه الوصول يجب ان اشبه الوصول باستطاع الوصول باستطاع الوصول لازم انا الاشخاص اللي عندهم نوبة قلبية ان قلهم عن طريق اللي هو الاسعاف ماشي؟ طيب لا اسمح لالانسان اللي صيبه او توقع انه قاعد بيصيبه نوبة قلبية انه يسوقه للمستشفى بدي استنى بدي احفز البنادة واشجع المرض استنى حتى يوصل الاسعاف او اذا رفض انه يستنى انت يسوق فيه او خلي حد يسوق فيه اذا انهم يسوق ان يجب ان تجد شخص للمستشفى الاغماء 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 هو عبارة عن الاغماء هو عبارة عن يعني اخوان لو اشي كل هذا الهابت بصير ماشي الاغماء شو معنى الاغماء؟ الاغماء هو عبارة عن الاغماء يعني بسبب عدة اسباب لا يوجد شيء محدد الاغماء يستطيع ان يسوق في الاغماء ممكن ان يغيب ان يرى دم او في الوقت من الاغماء امتشفى ممكن اذا واحد صاب وصدمة عاطفية شديدة ممكن يغيب العضوات مسرية شو سبب الاغماء في هاي الحالة الدم بيكون لانه صفيت منذ جفاف فالدم هو فيه مي فالدم بيكون قلت كمية الدم فضغط الدم قل فبتالي الدم اللي بوصل للدماغ قل فبتالي الدم بوصل للدماغ قل الدم عطول بيعطي شتداون بيعطي شتداون للجسم فthe body's reaction to the decreased blood flow فالتفاعل الجسم مع انخفاض كمية الدم اللي بتوصل للبراين causes the person to pass out بيغيب شو انا دساوي بس انايمه by lying down blood flow to the brain is improved لاشاناك انا بحكي نييم لان لما ينام الدم برجع يوصل للدماغ بشكل احسن so the cause here was low blood pressure السبب هون هو نقصان في ضغط الدم هاشي طيب لما انا اجي بدي اتعامل مع مريض صيبو فاينتنج اول شيء انشور safety of the scene اتاكن انو المكان مرتب ونضيف فوش خطورة help the person lie down بدي اساعد المريض انو يتمدد ليش عشان دم يوصل للدماغ elevate their legs if possible بدي ارفع اجراء ليش عشان دم في الاجراء يوصل للدماغ if there is no rapid improvement or the person becomes unresponsive اذا كان يعني مش قاعد يتحسن او انو خلص البناء مغيب على الكامل بد اتصل مع 911 طيب هو الظلم بس ليش كتير مغيب مغيب بس بيحكي اه اهه راسي بايد وليس ليش اتحسن باني كمش مغيب على الكامل اذا بطل بطل يتتجيب يوم بالمرة تقول لك تحكمات 119 the person can also faint while seated in a chair ممكن انو يغمى عليه اذا كان قاعد على كرسي في هذه الحالة بدي أساعده أنه ينزل على الأرض بدي أكون متأكد أنه مش صايبه أي إنجيري مش صايبه أي إصابة فبي أوير of the potential for injury if the person has fallen بدي أتأكد أنه المريض يعني هو على الكرسي إذا غيب ما يقع على الأرض If the person does not quickly regain consciousness إذا ما استعاد وعيه بشكل سريع إذا ما استعاد وعيه بشكل سريعاً كمعيه أو دقيقة دقيقتين بالكثير مثل تركت في معين أن الضغط يمكن أن يكون محدد من الأساس يعني الضغط يمكن أن يكون سبب كثير أشياء تكون حاطة في مخك بعض الأشياء يمكن أن يكون مخي حياة ممكن بعضهم يكون أشياء تؤثر بالحياة خطيرة مهددة لحياة المريض عشان هيكا إذا أنت كنت مش متأكد من سبب الفينتينج إتصل في ال 911 يعني هاي شامس كثير مهم بصراحة Stroke اللي هي الجلطة الدماغية Stroke sometimes is called brain attack ذي كيف الheart attack جلطة قلبية في جلطة دماغية ممكن اسمها brain attack أو stroke هي عبارة عن medical emergency يعني إشي كثير مهم سببه إيش؟ سكير في شريان بغذي الدماغ بكوز باي بلوكد بلود فيزلز أو كوز باي نزيف في الدماغ بليدنج ان ذا برين ثم هذول سببين تبعين لستروك إما بطل يوصل دم أو أنه صار في نزيف في الدماغ هذول بعملوا الجلطة قلبية ماشي؟ أكثر مباشية بلوكد بلود فيزل سيكون اسميك استروك فإنه يسمى called ESSHIMIC يعني جلطة قلبية معناها اسميك معناها نقص في الدم فإسيكي ميكستروك تعني جلطة قلبية سببها نقص في الدم همورجيكستروك همورج معناها إيش؟ همورج معناها نزيف مش شرط نزيف في دماغ هموريشيك ستروك معناها جلطة دماغية سببها النزيف ماهي السيمطوم الذين عاني منها المريض في هاي الحالة معناها ان يتحدث أن يتحدث عكالمي الوجه الوجهة تتفضل هالسببه انه بدأل فيه أعصاب تغذي المنطقة التي تتبب فيها الوجه فبالتالي شو سبب انه العصاب بطل تغذي معناتس في مشكلة بعصائفة ومشكلة بدمارة نمنس خدر نفس الاشي عصاب بطل تغذي ضعف في جانب معين من الجسم صعوبة في انك تتحافظ على التوازن او انك تمشي لوسوف فيجين ممكن بعض الاحيان انه واحد يفقد بصره سيفير هدك ألم شديد في الرأس فقدان الوعي هاي كلها ممكن انك تشوفها في حالة الستروك هاي عبارة عن عبارة عن مشكلة عصبية حالة طارئة عصبية العصاب الوقت مهم ماشي اذا انت توقعت انه في واحد عنده صعبية شو بدك تساوي اوش دك تحكي ماسي 11 بدك تخلي المريض ينام بدك تساوي المريض انه ينام بدل ما يظل واقف اي اي دي ان فرس ايد كت بدك تجيب هاي جهاز الصاقة الكهربائية بدك تجيب عدة السعاف الاولية بدك تسجل الوقت اللي بدك تسجل الوقت اللي هو كان فيه بدك تسجل الوقت اللي هو كان فيه حوادث مش شرط حد سيارة يعني حادث بشكل عام اول اشي نحكي عن تحكم بالنزيف في حالة الانجريز اصابات اللي بسبب حوادث بدنا نتحكم بالنزيف بصرف عندك انت نزيف دك تحكم فيه وبالعادة اكثر انتباه بعيره المسعف للمريض هو البلدلوس ليش؟ لان انت شايف واحد قاعد بنزيف دم اكيد اول اشدك تنتبه له هو الدم اللي قاعد بنزيف تحاول توقف الكثير من الانجريز يقوم بالنزيف و يقوم بالنزيف معنى ان بعض الاحيان الكمية النزيف ممكن احنا نعطيها اهمية زيادة عن لزوم وتركيزي يكون على الجروح هذا القاعد بنزيف ممكن انه يكون مش مهم بقدر اشي ثاني بمعنى انه ممكن يكون في عندي انا اصابة غير الجروح هذا يكون في عندي اصابة ثانية صاحب المريض زي نزيف داخلي مثلا انا مش شايف النزيف الداخلي لازم اتعامل معه يعني ممكن احيانا احنا النزيف انا بقدمه كاولوية لان اشي شايفه اشي خطير ودم واجواء ولكن ممكن يكون بني ادم مثلا مضروب على راسه ومثلا فيه كسر عنده في رقبته لازم اثبت رقبته بالاول بعدين اتعامل مع النزيف تمام لازم اتعامل مع النزيف يعني حينما تواجه واحد قاعد ينزف تقوم بعمل اتعامل مع النزيف بدك اول اشي تشيك على البني ادم كله ليش؟ لتأكد ان شيء مور سيريس لن يكون اتعامل عشان تتأكد اذا فيه اشي خطير اكثر من النزيف انت مش شايفه تمام طبعا دائما لازم تلبس هذه العدة السلامة قبل ما تبدأ بالانسان قاعد ينزف ماشي؟ روان تمام تمام ايش حكينا اخر شيء اه هون فيه شغلة يعني انه 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 تصنع نسب你的 صندوق في حال انه تلابس الجلوب ممكن إنسان المريض انك انك انت تقول له انه المبين ما البس الاغراض انك يكون اضغط على الجروح مثلا the most effective way to stop bleeding إكثر اشي فعال علشان انك توقف النزيف هو الضغط انك تأبلاي دايركت برشور على الوند شو بتساوي بتجيب دريسنج او يعني شريطه تمام وبتكون الابس انته ومسك الشريطة وتضغط على الجروح عندما تضغط على الجروح يعني الشريان اللي قاعد بنزف يسكر انك نضغط عليه فبطل ينزف وعدين عطول العوامل المخثرة تتجمع وبتسكر الشريان تمام تضلك مكمل حتى يوقف النزيف إذا كان في عندي أنا أكثر من جروح بدي أنا منطقيا بدي أبلش أضغط على أهم جروح وبعدين على الجروح الثانية إذا كان هناك مختلفة تستطيع تضغط على الجروح لأسوأ جروح بحط عليه الضغط في الأول ثم تضغط على الجروح بعدين على الأقل فالأقل يمكن أن يستطيع تضغط على تضغط على الجروح ممكن البني آدم يكون بشكل مؤقت تستطيع أن يساعدك في أن يظلوا شاد على الجروح في بعض الأماكن الخدوش 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 إذا كان لديهم أصبحت يعني إذا البنات عنده حسية من هذا بذلك تأكد منه تمام؟ قبل ما تضع المرحب ثوري ليواش ماينر سكريبس هل هي سكريبس أو سكرابس يا أخوان؟ طلعت سكريبس فبدنا الجروح الجروح الصغيرة بدنا نغسلها بالمي والصابونة قبل ما نضع عليها باندج بينما الجروح الكبيرة لا نغسلها هسة لأنه تكون لسا تنزف بس توقف نزيف وننظف مأسف بليدن يعني النزيف الكثير كان أكثر بسبب الإصابات الكثير خطيرة منطقي مثل الابن فراكتشار ايش الابن فراكتشار؟ فراكتشار معناه كسر أوبن كسر مفتوح شيئا كسر مفتوح؟ أن العظمة تنكسر لا أسمح الله يعني عظمة إيدي تنكسر والعظمة تطلع هيك لبرة فبتالي تعمل الجروح حيب تأدي لماسف بليدن يعني تأدي لنزيف شديد جدا ماشي في حال أنا حطيت أعملت برشار والدم ما أوقف شو بساوي بستخدم إشي اسمه تورنيكت إيش التورنيكت؟ التورنيكت هاي زي يعني زي إشي بشد يعني مشد المشد هذا زي هيك حزام بشد المشد هذا مثلا عنو صائف عندي نزيف لا صبح الله يعني في إيدي والإيدي من هون مش راضي أوقف النزيف شو بساوي؟ بروح يعني من قبل إيدي كيفا؟ ها؟ 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 هاي؟ عندي نزيف هون قاعد بصير بروح أنا من قبل هيك بقبه 5 صانتي 10 صانتي 5 صانتي بحط هاي التورنيكت اللي هي الأحزام وبشده فبالتالي لما أشد لهاي كل الشرايين اللي هون بتسكر فبتالي بتبطل تصل الدم لمحل الإنجلي فهه؟ وإن داريكت برشار دي نات كنترول بليدنغ لما داريكت برشار ما يتحكم في النزيف بقي لا تحقق المحل فعندي شيء اسمه تبكال تيرنيكت وهي أحزام أي حزام فعندي ميديكال تيرنيكت هاي الميديكال تيرنيكت أأمن هاي للأطفال و هاي للأدلتس بستخدمها التيرنيكت سيكون من الوضع قفة قفة بلاد بريمادة بمعنى اخر انه تيرنيكت بقدر انا استخدم اي اشي بشد اي اشي بشد بقدر استخدم كتيرنيكت ماشي بحكي لك هاي المعلوم بحكي لك انه يعني راح احكيها لكم في العربي انه ممكن التيرنيكتس التجارية يعني انا بجي اشتريها من الصيدلة ممكن تكون هي احسن ومور افكتب ولكن اذا كانت مش متوفرة عندي شو لازم اساوي لازم في هاي الحالة اني استخدم اي اشي اواعي حزام بنطلون اي اشي دا استخدمه تمام طيب ام وان احنا صرنا اه اوكي هون معلش ام في شغلة ما نكون احنا مستوعبين انه التيرنيكت هاي التيرنيكت ثواني معلش تلفونات كتير في حالة لما تستخدم التيرنيكت دا تكون عارف انه هي مؤلمة ولكنها يعني واحد يتقلم المرضى يتقلم ولا انه يموت عامين كيف فاندرستان ذات ابليكيشن اف اتيرنيكت اس بانه مؤلم دا اكون مستوعب انه هو مؤلم ولكن ممكن يكون مهم عشان يحميني من ام او يمنع حدوث فقدان الدم المهدد للحياة تيرنيكت is difficult تيرنيكت is difficult can be dangerous if done incorrectly مو يعني هو خطير وممكن انه يعني يؤدي له حدوث كوارث في حال استخدمته انا بطريقة مش مناسبة فبتالي لازم انا بالاول استخدم الـ direct blood pressure بعدين باستخدم التيرنيكت اذا الـ direct blood pressure مش فعال كيف دا استخدم التيرنيكت طبعا انا اول اشي بدي احط الـ personal protective gear لانه في موضوع bleeding وهيك ابلاي تيرنيكت ابروكسميت لـ 2 انشز ابوف وند يعني خمسة صانتي فوق الجروح بدي احط التيرنيكت بدي اشدها لحتى النزيف يوقف تمام طبعا هون هاي شغلة اذا انا ما كانش عندي تيرنيكت طبية او حزام او كذا بجيب زي هيك شريطة بحط عصاي وبربط العصاي بعدين بصير الف العصاي انا بلف العصاي هاي بتشد قاد لحتى النزيف يوقف بعدين بدي اسجل الوقت اللي فيه التيرنيكت استخدمت باتصل في الـ 911 و بدي اظلني مع المريض حتى الاسعاب يوصل اظلني مع المريض و لا تنسل تيرنيكت حتى الاسعاب يوصل باستخدم المريض حتى الاسعاب يوصل تراما تراما يعني ضربة او كدمة او حدث تمام او ممكن نكون ممكن واحد وقع من طابق ثالث ثاني ممكن نكون بسبب ممكن نكون بسبب اه اصابة طحنية ماشي 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 الواحد اذا انه مطعون او صابيته طلقة هذا اسمه ماشي اصابة اختراقية اشي اخترق الجسم يعني نعم شو لازمه ساوي شغلتين لازمه ساويهم او اشي اميديت لكول 9-1-1 اثنين اذا كان واحد مطعون او كان في طلقة او كذا ما بده اشيل السكينة من جسمه ليش لانه فرضا السكينة هي حاليا فايته بشريان ماشي في حال شلت السكينة رحصر الشريان هذا مجروح وقعب يطلع دم بينما لو السكينة بعدها موجودة بتكون السكينة مش بساهم على الدم انه يطلع فاستيبلايز ذا اوبجيكت ان بلاس هذا الشكل مهمات وممكن تجي سؤال في حال المريض هذا المريض المريض اللي حيليا صيبه او صيبه انجل بشكل عام وقعد بنزف شو بده اساوي بدي اكون قدر الامكان نخليه قاعد وثابت ثابت بدي اتأكد من انه هل هو صيبو شوك يعني صدمة طب صدمة مش انه شوك معناها مغيب خوصائي يعني شوك مايش مناول عربي مناول عربي صدمة ولكن صدمة مرضية مش صدمة نفسية صدمة جسدية انه يكون واحد مغيب وهي علامات يصبح نحكيها اول علامة من الشوك هي لصف كونشوسنس او ديزنس او بالفيس اما انه يكون فاقد الوعي او انه يكون دايخ او انه يكون وجهه شاحب قلب بصور ينبض كثير ليش عن القلب ما بيعرف انه الدم قاعد بيخسره فبفكر انه مش قاعد بيؤدي الوظيفة تابعته بكفاءه ومش قاعد بيوصل الدم لأجزاء الجسين فبصير ضخ اكثر بوصل الدم لأكثر من 100 البيتس لأكثر من 100 ضربة طبيعي يعني 60-80 زيادة معدل تنفس بصير يلها المريض بصير يلها المريض بصير اطرافه تبرد لانه بطل يوصلها دم ماشي وهنا في الحالي انا بدي يعني بدي انا اغطي عشان ما يبرد بدي انا اغطي عشان ما يبرد بدي انا اغطي عشان ما يبرد وستاي with them until اضلني مع المريض عشان لحتى يوصل الاسعاف الرعاف او nose bleeding تمام نوز بليد اه كان بي كويت دراماتيك اند افن ميسي بمعنى انه ممكن يكون اشي موضاحك درامي مهيك مؤثر كذا ويجي اه دم وكذا ويجيب محارم خصوصا ان كان بمدرسة اطفال يعني واحد الطفل اطفال تراعاف كل اطفال يقولوا اه دم دم يا جماعة زيك وممكن يكون ميسي يعني يعمل فوضى في المكان ماشي فانا لو في حال بدي اتعامل مع نوز بليدن طبعا اكيد بي شورت وير بي شورت وير كافي بي شورت اطفال فيما يكون رأس الوسط فالده يروا sentir وم acompaع الانف الانف سيقوم بسرع بعد ما أتاكد أن المكان خالي ولا مكان آمن وأنا لابس العدة تبعتي ثم أضغط الأنف من الجهتين تحت البروز العظمي الأنف عبارة عن عظم وغضروف في هون العظمي تحتها عطول بضغط ماشي بضغط لقدياش لحد أدنى خمسة عشر دقائق إذا كمل البليدنج بضغط لكمان عشر دقائق ولكن إذا كمل بعد العشر دقائق الثانية سيك فيردر ميدي كالكير بدي أطلب مساعدة طبية يعني كمان زيادة تمام إذا كان عنده مشاكل لحساسار في التنفس أو إنه فرجعك عبارة يعني علامات لهو نوبة حادة أعطول دي أرد على 9-1-1 معاشي الجروح التي تخترق الجسم هذا يعني اسم تردر بضغط لحساسار في الوضوع ها شخص هذا يعني لم يهمة لكن كويسة إنه الوضوع التي تخترقت جسمي ممكن إنها تجراح أو تأدي لأصابه في نيرز في مسلز في تندونز في بلاد فيزلز ماشي أول جدا ساوي تردر بضغط لحساسار من تردر بضغط لحساسار أول إشي بدي أضغط على الجروح ثاني إشي بدي أطلب مساعدة طبية يعني متطورة أكثر عمدرنا على 9-1-1 تمام فأنذن سيك فيرذر ميديكال أتنشن معنى أنه الجروح الاختراقية ممكن أن يكون فيها السكينة وممكن تكون ليس نظيفة وليس معقمة الورد الطبيعي سيكون ليس معقمة لا يوجد أحد يطعن بني آدم وقال ليس يطعن وينظف السكينة ويتأكد أنها معقمة من البكتيريا ويمكن أن يكون فيها جيروم جيروم سعناها كائنات حية دقيقة كائنات حية دقيقة يلا هاي حية كائنات حية دقيقة فالدخل كانت حية دقيقة لجوة جسمية تعمل لي إلتهابات تعمل لي إلتهابات عدوات لذلك أي جروح خطير لازم يتقيم من إنسان مختص في أقرب فرصة ممكنة لازم يتقيم من إنسان مختص في أقرب فرصة ممكنة بلد فيزل وعاء دمه فبالتالي بأدي إلى بلد فيزل نزيف شديد كثير ونزيف شديد كثير ونزيف شديد كثير فلا خلي سكينة جوة جسم المريض أو جوة جسم الإنسان المطعون وخليها مسكر بلد فيزل إنسان مهم بأهمة بلد فيزل ممكن يكون إنسان مخترق فبالتالي إزالتي أنا للأبجكت هذا يمكن أن أدى إلى فقدان دم شديد من إنسان الناس فبالتالي أنا شو بأفعل استبيلايز إيمبيلد أبجكت وذي قوز وإدرسان وإنسان الناس إلى المدد بمعنى إنسان إيمبيلد أبجكت هذا إنسان مخترق الجسم المخترق الجسم المخترق جسمي لازم أن أثبته بقوز أو بشريطة وأنقل المريض بأقرب وقت لقسم الطوارئ لا يوجد الكثير أشياء لأننا صفحتين ثلاث صفحات منخلص أقل ثلاث صفحات إن شاء الله عشر دقائق المشاكل بتصير في العين بسبب إيش داريكت بلوز ضربات مباشرة أجسام غريبة أو خدش غير مقصود في العين الآن ما هي العلامات الأعراض اللي المريض بيجي فيها ميدة ألم عطول ألم دموع بطل يشوف زي العالم والناس وردنس أحمره في العين دموع اللي المريض بحق مدع مباشرة ممكن أن يكون لديه تورم وعينه تزورج ويمكن أن يكون لديه نزيف بعض الحالات الأخطر شوي اللي هي الثقوب اللي بتصير في العين جرح ثقب في العين مش جرح خدش جرح ثقب simple irritants such as dust or debris can be flushed using water الأشياء المؤرقات هاي الخفيفة زي الغبر وكذا مي بتروح ولكن chemical exposure إذا العين تعرضت لا إشي كيميائي لازم أنا أقسله في مي ولازم أحكي كمان مع تسميه وحداش نعم؟ إذن أجع على العين إشي كيميائي ناشي اسحب على النقطة هاي مش متراحة هاي هون نحكي شوي if more serious injury to the eye is suspected إذا ممكن واحد توقع أنه فيه إنجوري أخطر شوي من اللي حكينا هسه في العين لازم أحكي مع تسميه وحداش ناشي وهون لازم أنا أغطي كل العينين بباندج أو أي شي لازم احمل عينتين بباندج او اي شيء ليش؟ ليش العينتين مش بس العين المصابة لانه العينين بيشتغلوا كزوج يعني هاي بيشتغلوا سواء فاذا هاي العين كانت مصابة وهي العين وغطيتها وهي العين ظلت مكشوفة فحال انا حركت العين هاي لازم العين هاي تتحرك معها فانا مديش العين هاي تتحرك فبالتالي بغطيهم الثنتين عشان اتجنب اي حركة ما بديها ف فالفي nächste مصابة فحال انا حركت العين首 يتحرك فوله عند القيم learnt القيم حركت عين سليمة بتقديل عين الا filmmaker انه متحرك انها مبدا مكشوفة بعين اتجنب شيء امتحرك لانه الانجرد crianي طفيض لكنه يعني تغطية العينين تؤدي لانه انا اترك المريض اعمى فبالتالي هذا الاشي ممكن يكون خطير للمريض ما بدي اترك المريض لما انا اغطى عيني لحاله لازم اكون معه لا اترك المريض مبندجات لحاله مبندجات يعني عليهم مبندج ماشي المريض عندما تغطي عيني بمعنى انهم يطلبوا توصف للبيئة حواليهم عشان يتأكدوا هم وين وكذا اترك المريض اترك المريض لازم الدكتور يعني المتخصص يقيم هاي الحالة اقول لكم ها اصابات الرأس اصابات الرأس اصابات الرأس ممكن تكون من تروما تروما يعني ضربة او كدمة او حدث حادث تمام ماذا يتحدث الاعراض التي تجي لبنيادهم في عنده اصابة في الرأس طيب كنت بحكي انه ايش العلامات اللي بتأديل لانه واحد في عنده هد انجري في عنده اصابة في الرأس او ترومااتيك برين انجري بمعنى يعني ضربة على رأسه تمام عدة اشياء ممكن تكون كلها او مش كلها موجودة يعني خطار أو هو خط و خطار في اليوم باجع و들이 ما هو في عنده خطوه سيظه اصابات latter او في البوكسنغ اصابات التعتقل اصابات التعليم هنباله كثيرة اصاباتهنا غيبت إرتجاج مموريلوس يمكن أن يفقد الذاكرة يفقد التوازن عطول سيجر يمكن أن تشنج هذا أيضا نرى و يفقد التوازن تمام أي شخص واعنى بواجه واحد من هذه الأشياء يجب أن يتقيم عن طريق الدكتور الدكتور بمعنى أن يمكن أن يكون لهم عواقب على مدى الحياة مثل يمكن أن يفقد وظيفة شيء من جسمه يمكن أن يبطل التحرك يمكن أن يقل إنتاجيته للبني آدم هذا ونتيجة الاعتلال الذي حدث عنده ظلني مراقب على المريض في حال أي تغير صار معه يمكن أن يتم إمتازة بحق التحرك نبدأ أكون جاهز لأعمل سيبي آر بني آدم بطل صاحي لأصباط العمود الفقري وهذه طبعا جدا مهمة جدا خطيرة مم سببها ممكن أن يكون الفول الوقع الدايفينج اللي هو لأسباحة الكار أكسيدنت حدث سبورتينج إفنت وممكن اي فزيكال اكتيفيتي ثانية الهيد انجيريز مي اكمبني ذم يعني الهيد انجيريز ممكن سكون سببها هذول ممكن تعملي كمان سباين الانجير ماشي شبه هاي ايش في اشياء بتزيد خطورة ان الواحد صار انه سباين الانجيري اذا كان عمره اكثر من خمسة ستين اذا كان بايسكل او متورسايكل كراش حادث باسكاليت او او اللي هو متورسايكل هي درجة نارية يعني متسيكل كار اكسيدنت حادث سيارة فول فروم هايتس واقع واحد واقع من مرتفع يعني اذا واحد عنده الام في منتصف الرقبة او في البروزات الموجودة في الظهر هي بتقديل على العمود الفقري نومنس اللي هو خدر تنميل و تنميل يعني ضعف الحركة انتوكسكيشن او سبسانس ابيوز اذا واحد تسمم او تعاطى اشي بشكل يعني فوق المعتاد ابيوز او اساء استخدام مادة معينة السيارة مثلا الاسيارة انصبات هادا تكون انستابل يعني يعني مش ثابتة يعني في أي حركة بتأدي لحدوث كملكيشنز كثير سيئة أي حركة بتأدي لحدوث مضاعفات سيئة فبالتالي أي حركة مش مهمة كثير للشخص ممكن تأديها إلى إصابة في الحبل الشوكي بالتالي إذا صعبت القادر لا يؤدي لphone paralysis شلل دائم في الوقت التداخل من الأولي وعند لمدة أن أكثر من قبل السفر الأولية بدي أتجنب باندة أثني المريض كمثل باندج باندج الاني ألفه إليه ليس المريض الكامل يعني لرقبة المريض بدي لا أثنيها ولا أحركها ولا ألفها بسرعة إذا بلش المريض يراجع ماذا أساوي؟ أريد أن أضلني لأنه مراجب تعرفه عندما أستفرق يحرك رأسه و تحرك كامل أنا أريد أن أحافظ على رأسه و رقبته ثابتات أضع إيدي مثلك لماذا يعمل مثلك؟ الله أضع إيدي على رأسه و رقبته مثلك أضع رأسه و رقبته و أجعله يستفرق براحته أضع إيدي مثلك مفتة إيدي وأضع إيدي و أيها الأسانة مفتة إيدي أنه سببت حتى إني قام للأدفانس الهل و أكثر إيصار إلى دعم أحسن دعم مطور و تصل مع سامي 11 إيصارات العظمة المفاصل هؤلاء быть common مثل وتكررات لماذا؟ لأن الناس الناشطين حركياً ممكن أن نصريبهم هذه الأشياء الناس الكبار والإنفيرم أخوان التلفون تولبس تمام فش كنت أحكي الناس الحركين الناس الكبار والإنفيرم هم الناس المقعدين هؤلاء قال الطفل مصفصصص الص turb时间 ماهو كماهو عيش؟ معناها الالتواء شخفصصا مصفصصص صباح وهو رسط حركة للمفصل أكثر من لدرجة الطبيعية ium cam حركة جو حركة التواء عمل semana فسبرين يحدث عندما يكون هناك قوة زايدة أو حركة مش طبيعية أدت لأن المصل يصبح تمدد أكثر من الدرجة الطبيعية هناك تقوم بأسفل وزرق لا يمكن أن تقوم بأسفل وزرق بأسفل لا أستطيع أن المصل ليس مكسور إلا إذا كنت أقوم بأسفل وزرق ما أريد أن أقوم بأسفل؟ أقوم بأسفل وزرق بأسفل وزرق بأسفل تقوم بأسفل على أي جروح تقوم بأسفل على المساعدة إلى 20 مرات تقوم بأسفل على الإصابة لماذا لا ينتفخ؟ طبعا لماذا الثلج لا ينفخ الإصابة؟ بسبب أن الثلج يقلل من وصول الدم للمكان ويقلل من وصول العوامل التي تؤدي للإنتفاخ فبالتالي يقلل الإنتفاخ تقوم بأسفل على إنتفاخ من الهيالثكير بروفايدر and avoid use of injured part بدي اتجنب انه المرض استخدم الجزء المصاب ماشي ما تبدي اتكلم مع 9-1-1 يعني في هاي الحالات كلها هنا عادي انا ببدي انا ببدي على المستشفى ما تبدي اتكلم عن 9-1-1 اذا open wound over a joint اذا الجرح كان عندي المفصل اتكلم عن 9-1-1 اذا abnormal position or bent extremity اذا كان عندي مثلا الايد مش في مكانها اذا فجأة الايد هيكا الايد فجأة هون صار في عندي هيك شي طالع اذا في عندي obvious joint dislocation اللي هو المفصل تتحرك يعني تغير مكاني الكتف صار هيك فجأة هيك نزلت ايد لتحت وطلعت لفوق فصار في عندي تحرك المفصل المكانه بشكل واضح ماشي بعض الامور اللي لازم انا لازم احطها بعين الاعتبار ان اوپن او كمباون فراكشور او كمباون فراكشور في عندي اشي اسمه او كمباون فراكشور لما اشي يعني او او كمباون فراكشور لما يسكر في عندي كسر لا سمح الله والعظمة تطلع هيك من الجلد ماشي في هاي الحالة كمباون فراكشور تطلع هيك من الجلد تطلع هيك من الجلد بمعنى انه اي عظمة لو انها مش في مكانها لو انها هيك مكسورة وكذا وطالع ورايح وجاي لازم احط اثبتها وهي هيك وهي في مكانها هذا وهي في وضعيتها هاي فلازم انا اجبرها في مكانها طبعا اجبرها مش في الجبيرة الجبس انما اجبرها يعني في كتاب في جريدة في اي اشي ماشي بمعنى اي لازم في الاصفر انه لا تحاول انك تتعدل مكان عظمة او مفصل زي حن مكانه مش انت البتعدل حال الدكتور بعدل انت كمسعب قصد اجبر هكذا امال اي لازم الساق يعني الجبيرة ممكن انها تحمي طرف مصاب ويسources اي قد اعملها بمجلة ممكن اعملها بخشب ممكن اعملها في رولداب تويلز بشرايطها بشكل ماشي اجبر بالتصاعد اي لازم التطاعد من بتعمل التالي معناها اني انا اسبت او اولف الفيك المكان المصاب في شريطة أو أواعي أضع المقاعد على المنزل في مطلوب القطوية أضع جبيرة من المنزل المدي بلوك أضع مقاعدة في مكانها أضع مكانها عن طريق لزيج أو قوز أضع على جبيرة مفتاح لا يمكن أن تقوم بشكل كبير أريد أن أتأكد أن الجبيرة ليس كثيرا شادة لماذا؟ لأنه لو شدت كثيرا يمكن أن تقطع الدم عن ما تبقى من إيدي طبعا أنا في حال قطع الدم أنا شديت هنا كثيرا يصير أن أطراف تبرد ويصبح أزرق لأنه بطل يصبح دم فأنا أريد أن أتأكد أن أطراف الأصابع أو أصابع الإيد أو الإجر في الإيد المجبرة يجب أن يظلهم دافيات وزهري بمعنى لونهم زهري بمعنى أن هؤلاء وصلهم دم أريد أن أعطي المريض على مكان مختص على مكان مختص لكي يهتم فيه ما يسمى الأمبتر قطع القطع الطرف فأمبتش يأتي عندما يقضع الجسم من الجسم هذا يسمى أمبتش ما يحدث في حالة قطعت إيده أو الإجره أو الإجره أو الإجره أو كما يكون معهم في غزة كثير من أجرهم يقضع إيديهم وإجريهم بسبب القصف بتيجي شضيه وتقطع إيده أو الإجره ففي هذه الحالة ما يجب أن أفعله؟ أول شيء أتأكد أن المكان سليم أجد المعادات أجد المعادات و أجد أن أقضع المعادات أولاً أتأكد أن أتأكد بيجي أتأكد الت 길 تقةمة الضغط على مكان أن يكون نزيف يعني لو إيد أصبح من هنا قد تنزف فأييد من هنا قد تنزف فأجد أن أعطي أن أضغط دائرة لتقضع على الهواء فأنتأكد انتأكد لأنه I use Goz بأمثال الشاشة أضغط على الضغط لأني أضغط لتوقع نزيف سأجد دائرة أفعل الجسم المبتور أفعل الإيد أو الإجر وأنتأكد أن أجد منه بطريقة معينة هي هاي الطريقة سوف نحكي فيها و اظلني مع المريض حتى يوصل لمكان الجريمة او مكان الحدث ماشي هسه كده اتعامل انا مع الجزء المبتور اول اشي بدي اكون لابس العدة تبعتي بدي الاقيه بالاول اول ما الاقيه بدي اغسله بكلين ووتر رنز بامبتت بارت بكلين ووتر راب بامبتت بارت بقوز بدي الفه بقوز بدي احطه بي كيس بلاستيك بدي اسكر كيس البلاستيك هذا بدي اعجيب كيس ثاني و اعبيه ثلج و احط الكيس اللي فيه القطعة المبتورة في كيس الثلج ليش عشان ما يخرب ما تخربش القطعة هاي يعني و بدي احط عليه اسم المريض و بدي اوديه مع المنظار المستشفى ثلاب اخر باقوز عبي يعني كيس ثاني بثلج و اضع الى اجترى المفترة اضع الكيس والجزء المبتور في الثلج سأسكر الكيس لأنه لا يشرب أكتب اسم الموضوع على الباق يجب أن يذهب إلى الهوسبتال يجب أن يذهب إلى الهوسبتال لعلا وعسى أنهم يثبتون هايك من أن يكون خلصنا المحاضرة المحاضرة بصراحة مهمة لنا لأننا نرى الأحداث فمهمة لنا الأمانة أرادكم العافية وإسلام عليكم